بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان مواضيع مقترحة في الرياضيات لبكالوريا 2020 لقم 12 حيث هو تمرينه رائع وشامل خاص بالدوال أنصح بشعبة العلوم التجربية والتقنة الرياضي والرياضي إذن ولننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في أول سؤال حيث قال واحد رمالين نعتبر الدالة أف المعرفة بي أف ليس سيئة إكس ناقص إثنان لكل مربع على إكس مربع ناقص واحد قال وسيئة فالتمثيل البياني للدالة أفي معلم متعامل متجنس أو إي جي قال أدرس تغيرات الدالة أف إذن نكتب أبنائي دراسة تغيرات الدالة أف أف على مجال التعريف الآن ما هو أول شيء مجال التعريف لم يعطى لنا يا أبناء يركزوا جيدا ها هو لم تعتقى الدالة معرفة بالعبارة إذن نقول دي أف أو نقول هكذا إذن نقول دي أف تساوي ماذا تساوي أن إكس بحيث هذا إكس عدد أكيد ينتمي إلى آر مع الشرط أن هذا المقام لا يساوي السفر وإكس مربع ناقص واحد لا يساوي السفر لأن الدالة الناطقة أن المقام لا يساوي السفر وهذا ماذا يعني أنه إذا جئنا إلى المسودة وقلنا إكس مربع ناقص واحد لا يساوي السفر ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا إكس مربع لا يساوي كم واحد هذا ماذا يعني أنه إكس لا يساوي واحد أو إكس لا يساوي الناقص واحد ولكن نقول بما أنه هنا نقول و إذن ماذا تصبح لنا حين دي هكذا دي أف تساوي أن كل الأعداد الحقيقية معادة العددين لذلك يعدم المقام لهو الناقص واحد ناقص واحد والواحد إذن تذكروا هذه هي مجموعة تعريف هذه الدالة وعوضوا هنا بنقص واحد مربع إنه واحد واحد ناقص واحد صفر عوضوا بالواحد واحد مربع ناقص واحد إنه صفر إذن مجموعة تعريف هي هذه تذكرها الآن بعدما استخرجناها يمكن أن نعطي لها أن نحولها إلى شكل مجال يعني من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد مفتوح اتحاد من ناقص واحد إلى واحد مفتوح اتحاد من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية الآن ننطلق في أول شيء إنه النهاية إذن نكتب هنا أول شيء النهاية لكن للذين لم يعني يعطوا ما نسميه مجموعة تعريف فهنا لا يمكن أن نستمر في العمل إذن نهاية ننطلق بأول نهاية نقول limit F لX لما X يؤول إلى ناقص ما لنهاية تساوي أركزوا هنا معي أرجوكم تساوي أنها أولا علينا أن ننشر البسط إذن أول شيء قلت ننشر البسط صبح لنا هكذا limit هكذا بما أنه متطابع قشايا رقم 2 يصبح لنا مربع الأول ناقص ضعيف الجداء اللي هو 4X زائد مربع الثاني على X مربع ناقص واحد لما X قلنا يؤول إلى ناقص ما لنهاية بما أن الدالة ناطقة فتقول أكبر حد على أكبر حد تساوي لنا limit X مربع على X مربع لما X يؤول إلى الزائد إلى ناقص ما لنهاية فيذهب هذا مع هذا فيعطي لنا واحد ها هي النهاية الأولى هذا الشيء نفسه عند زائد مربع تصبح لنا limit F لX لما X يؤول إلى زائد مربع نهاية تصبح لنا أكبر حد على أكبر حد وهي limit X مربع على X مربع لما X يؤول إلى زائد مربع نهاية وتساوينا بعد أن نختزل هذا مع هذا يصبح لنا واحد إذن النهاية عند زائد مربع نهاية والنقص مربع نهاية كم عطت لنا عطت لنا واحد بعدما أنهينا مع النقص مربع نهاية والزائد مربع نهاية وبعدها سوف نعطي تفسير بياني هنا أكيد تفسير بياني يوجد أن يساوي لنا كم واحد مستقيم مقارب أفقي أو موازي لمحور فواصيل دقيقوا أرجوكم بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى حساب النهاية لكن عند الأعداد نحن ما زلنا قلنا أنه D F يساوي هكذا تابعوا جميعا إذن قلنا D F من ناقص مال نهاية إلى ناقص واحد اتحاد من ماذا؟ من ناقص واحد إلى الواحد اتحاد قلنا من الواحد إلى الزائد مال نهاية الآن ننطلق ننطلق الآن عند الناقص واحد بقيم أقل بقيم أقل لما هي التي تكون بالاتجاه الناقص مال نهاية فتصبح لنا هكذا Limit F ل X لما X يؤول إلى ناقص واحد بقيم أقل إذن قيم أقل هي هكذا احتفظت فهمها ماذا تصبح لنا تساوي؟ تساوي لنا Limit X ناقص اثنان الكل مربع في لاحظوا جيدا وانتبهوا معي عندنا واحد على X مربع ناقص واحد أليس هذا يكتب واحد على X ناقص واحد في واحد على X زائد واحد قموا بضرب X ناقص واحد في X زائد واحد أليس هي X مربع ناقص واحد نعم إذن هذه فتصبح لنا مكتوبة في واحد على X ناقص واحد في واحد على X زائد واحد لما X يؤول إلى ناقص واحد بقيم أقل ركزوه هنا أرجوكم عندنا نهاية عندنا النهاية هي Limit واحد على X ناقص A لما X يؤول إلى A بقيم أقل هذه مشهورة أنها ناقص مالنهاية يقول أحدكم على ماذا تطبقه على القانون نطبقه على Limit واحد على X زائد واحد لما X يؤول إلى ناقص واحد بقيم أقل هذا نطبق عليه هذا القانون لاحظوا كم يعطي لنا ناقص مالنهاية الآن تخيلوا تصبح تساوي عوض هنا أبنائي بناقص واحد ركزوا حتى تفهموا جيدا نصبح لكم هكذا ناقص واحد ناقص اثنان الكل مربع عفوا نقلنا الكل مربع كم تصبح ناقص ثلاث الكل مربع وهي تسعة إذن هذا يعطي لكم كم يعطي لنا تسعة وعوض هنا بناقص واحد ماذا يعطي لكم ركزوا إذن قلنا هذا تسعة وهذا لما نعوض هنا بنقص واحد ماذا يصبح يصبح لنا ناقص واحد على اثنان هكذا وهذا ماذا يعطي لنا يعطي لنا ناقص مالا نهاية إذن فالكل ماذا يعطي لكم هكذا يسمعوا جيدا ماذا سوف نتحصل نتحصل على تسعة في ناقص واحد على اثنان في ناقص مالا إلى المال نهاية هذه عند ماذا؟ عند الناقص واحد بقيم أقل. الآن بقيم أكبر limit F لإكس لما الإكس يؤول إلى الناقص واحد الآن بقيم أكبر. تصبح بنفس الشيء تسوينا limit إكس ناقص اثنان الكل مربع في واحد على إكس ناقص واحد في واحد على إكس زائد واحد. لما إكس يؤول إلى ناقص واحد الآن بقيم أكبر بقيم أكبر عندنا كذلك نهاية أخرى وهي limit واحد على إكس ناقص ا لما إكس يؤول إلى ا. بقيم أكبر هذه معروفة أنها زائد ملا نهاية إذن فهنا هذه نطبق عليها هذا القانون إذن بعدما نطبق عليها هذا القانون اسمعوا جيدا. هذه ماذا تصبح لكم؟ فهنا زائد ملا نهاية وعوض هنا بناقص واحد تصبح لنا ناقص واحد على اثنان إذن في هذا المكان تصبح لنا ناقص واحد على اثنان وعوض هنا بالناقص واحد تصبح لكم كم؟ تصبح لنا تسعة تسعة في ناقص واحد على اثنان في زائد ملا نهاية ماذا تعطي لنا؟ أكيد تعطي لنا ناقص ملا نهاية فقط إذن لكن هذه الأمور هكذا يعني ورقة الإجابة نكتب هنا ناقص ملا نهاية فقط الآن بما أننا حسبنا النهاية عند عند الواحد الناقص واحد ووجدناها ملا نهاية فيوجد هنا تفسير بياني لكن هو طرحه بعد هو إكس يساوي ناقص واحد مستقيم مقارب عامودي بعدما حسبنا الآن عند الناقص واحد بقيم أكبر وقيم أقل نأتي الآن عند الواحد الواحد نفس الخطة أبنائي إذن عند الواحد كذلك نقول هكذا لميت أفلي إكس لما إكس يؤول إلى الواحد بقيم أكبر نفس الشيء تصبح لنا لميت إكس ناقص إثنان الكل مربعة في واحد على إكس ناقص واحد في واحد على إكس زائد واحد لما الإكس يؤول إلى الواحد لكن بقيام قلنا بقيام أقل أعتذر بقيام أقل هكذا قلت أعتذر فتصبح لنا عندنا الآن هنا يحدث الإشكال لما نعوذ بالواحد فنطبق عليه هذا القانون لاحظوا وانتبهوا إذن عندنا واحد ناقص إثنان الكل مربع يصبح يسوينا ناقص واحد الكل مربع وهو واحد إذن هذا يعطي لكم كم؟ يعني لا يؤثر أصلا وهذا ماذا يعطي لنا؟ لما نعوذ هنا بواحد إقرأوا تصبح لنا واحد على إثنان واحد على إثنان لا يؤثر لا هو ولا إشارته الآن تصبح لنا ناهية هذا هو ما هي نهايته حسب القانون هذا إنها الناقص مالا نهاية إذن اسمعوا واحد في ناقص مالا نهاية في واحد على إثنان ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا ناقص مالا نهاية ها قد وجدنا بعد هذا نأتي الآن إلى الواحد بقيام أكبر نصبحنا للميت ماذا؟ أف لإكس لما إكس يؤول إلى الواحد بقيام أكبر تصبح تسوينا ماذا؟ لميت كم؟ إكس ناقص إثنان الكل مربع في واحد على إكس ناقص واحد في واحد على إكس زائد واحد لما إكس يؤول إلى الواحد بقيام أكبر هذه لما نعوذ بالواحد وجدناها كم؟ واحد وهذه واحد على إثنان وهذه معنا نصبحنا واحد هذه تطبق عليها لأن ماذا يقول أحدكم؟ لأن لو ما نعوذ نجد واحد على الصفر إذن فنطبق عليها هذه النهاية فتخيلوا الآن واحد في زائد مالا نهاية في نصف إذن أكيد سوف يعطي لنا كم زائد مالا نهاية ها قد الآن وجدنا النهايات الستة هنا ماذا نقول؟ نقول كذلك إكس يساوي واحد مستقيم مقارب كيف هو عمودي أو شاقولي أو موازي لمحور التراتيب بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى الجزء الآخر إذن الجزء الآخر لهو المشتقة وإشارتها إذن المشتقة نأتي الآن إذا قلت إلى المشتقة لهو حساب آف فتحة لإكس نقول أدال كيف هي آف قابلة للإشتقاق على ماذا؟ على آر معادة ماذا؟ معادة ناقص واحد والواحد لأنها دلة ناطقة إذن دلة ناطقة تقبل الإشتقاق على مجال تعريفها نقول ودالتها المشتقة هي تصبح لنا هكذا آف فتحة لإكس تساوي دقيقوا هنا أرجوكم يمكنكم إن لم تتعلموا كيف تحسبوا يمكنكم أن تقوموا بعملية النشر والأفضل أن لا تقوموا بعملية النشر حتى يسهل لكم الأمر كيف؟ إذن أولا نأتي إلى خط هكذا وضع خط عندنا هذه مكتوبة على شكل E على V نحن نعلم أبناء إذا كانت عندنا الدلة مكتوبة على شكل E على V يعني على شكل نسبة مشتق البسطي في المقام ناقص مشتق المقام في البسطي على المقام مربع الآن نأتي إلى مشتق البسط لهو إكس ناقص إثنان الكل مربع هذا لو نشتقه بالقاعدة العامة القاعدة العامة ماذا تقول مثلها كمثل F و N ماذا تقول قاعدة المشتقة أنه هذا ينزل سبح لنا آن في مشتق الذي بالداخل مع أنه هذا لوحده دون أن نتحدث عن الأس في الدل وننقص لها درجة إذن هذا ماذا يحدث أنه هذا ينزل سبح لنا إثنان في مشتق هذا الذي بالداخل دون أن تراه الأس لهو مشتق X ناقص إثنان لهو واحد في الدل العبر لهي X ناقص إثنان بعدما كانت عندها قوة إثنان ننقص لها درجة ولصبح لنا قوة 1 فماذا يصبح يصبح إنها هوا 2 في X ناقص 2 إذن مشتق البسطي في المقام اللي هو X ناقص 1 الكل X مربع ناقص 1 ناقص مشتق المقام مشتق ناقص 1 وصيره مشتق X مربع هو 2X مشتق المقام في البسطي اللي هو X ناقص 2 الكل مربع على المقام مربع لهو اكس مربع ناقص واحد الكل مربع بعدها الان ننطلق في عملية النشر حتى ندرس الاشارة اصبحنا اف فتحة لكس تساوي نضع خط كسر هكذا وننطلق هل ننشر ما اظنه ان النشر ليس هو الحل انما استخراج العام المشترك لهو اثنان في اكس ناقص اثنان نستخرجه من هنا ونستخرج اثنان في اكس ناقص اثنان من هنا عام المشترك لان هنا طرحت سؤال قلت كم يوجد لنا من حد الكثير يقول لي يوجد لنا ستة خمسة لا يوجد لنا حدان الحد هو الفرق الذي يكون فيه الناقص والزائد فقط اما اثنان اكس في اكس ناقص اثنان لكل مربع هذا يعتبر كله حد اذا ها هو الحد اذا تصبح لنا هكذا اثنان في اكس ناقص اثنان ثم نفتح قوس هكذا تصبح لنا اكس مربع ناقص واحد ناقص اكس في اكس ناقص اثنان هكذا يقول احدكم لم افهم اثنان اكس ناقص اثنان اثنان اكس ناقص اثنان نضربه في هذا ها هو ثم اضربه هذا في هذا نصبح لنا ناقص اثنان اكس في اكس ناقص اثنان الكل مربع يعني هنا التربع لما استخرجناه بقيت لنا درجة هناك كانت عندنا مربع بقي واحد على ماذا؟ على اكس مربع ناقص واحد الكل مربع تصبح لنا تساوي كم؟ تساوي لنا اثنان في اكس ناقص اثنان ثم نأتي الان الى الداخل ننشر تصبح لنا اكس مربع ناقص واحد ناقص ماذا؟ ناقص اكس مربع زائد اثنان اكس هكذا على المقام اللي هو اكس مربع ناقص واحد الكل مربع يذهب هذا مع هذا فماذا ينتج؟ ينتج لنا ولا نتعجل يعني فيما يخص الحساب لان امر متعلق دول هذه الناتقة ما ليس افكارها صعبة انما حساباتها اذا تصبح لنا اف فتحة اكس تساوي نضع خط كسر هكذا وننطلق تصبح لنا كم؟ تصبح لنا اثنان في اكس ناقص اثنان في ماذا؟ في اثنان اكس ناقص هكذا واحد على اكس مربع ناقص واحد الكل مربع ها هي الان المشتقة لكن اشارتها مازالت بعد لاحظوا وانتبهوا معي نأتي بعدها الان الى دراسة اشارة المشتقة اذا نكتب هنا دراسة اشارة اف فتحة لاكس على مجال التعريف على دي اف معناها على ار معادة ناقص واحد والواحد لاحظوا جيدا نقول اشارة اف فتحة لاكس من اشارة من اكيد من اشارة اثنان في اكس ناقص اثنان في اثنان اكس ناقص واحد لماذا؟ لان المقام لهو اكس مربع ناقص واحد الكل مربع هذه قيمة الموجبة تماما على المجال على ار معادة ناقص واحد والواحد اذا المقام مربع مع مجموعة التعريف يصبح موجب تماما اذا فان هذا هو المسؤول عن هذا لكن اذا جئنا الى هذه القيمة هل الاثنان يساوي الناس صفر؟ مستحيل الاثنان هذا لان جداء هنا ثلاث حدود واحد اثنان ثلاثة هل اثنان يساوي صفر؟ لا اذا فان الاشارة ماذا تصبح؟ يمكن حتى ان نحرف هذا الاثنان لانه اثنان مستحيل ان يساوي الصفر فاشارتهم موجب يعني لا يؤثر اصلا لو كان ناقص اثنان لا رعيناه لكن بما ان اثنان عدد موجب معنى لا يؤثر بعدها نقوم بانجاز جدول اشارة لهذه المشتقة لكن ننتبه اذا هذا اكس ناقص اثنان وهذا اثنان اكس ناقص واحد وهذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا اشارة المشتقة مع علينا ان نحترم مجموعة التعريف حتى نتعلم رويدا رويدا الى هذا الشيء اذا اولا عندنا اكس ناقص مالا نهاية الى الزائد مالا نهاية قلنا اشارة هذه العبارة من اشارة هذا الجدد اولا اكس ناقص اثنان نأتي الان اولا الى اكس ناقص اثنان اكيد اين ينعدم؟ ينعدم عند الاثنان اذا نضع هنا الاثنان هكذا ابنائي ثم ننزلها الى غاية هنا هنا عندنا نفس وهنا عكس عكس ماذا ونفس هو العدد مضروف في الاثنان عندنا كذلك الآخر وهو 2x ناقص 1 أكيد أين عدم عنده النصف لماذا لأننا صبحنا 2x يساولنا 1 ومنه x يساولنا 1 على 2 إذن نضع هنا 1 هكذا 1 على 2 ثم نأتي إلى هنا ونضع رمز الإنعدام ثم كذلك هنا رمز الإنعدام لكن هنا وجد ناقص لا دخله فيه هو يؤثر على هذا السطر فنقول هنا نفسه ومن هنا عكس نأتي الآن إلى هنا ونضع f فتحة لx أولا f فتحة لx احترام مجموعة التعريف أولا مجموعة التعريف أنه ناقص 1 غير معرف عنده الدالة إذن هنا يصبح هكذا لأنه هنا لا يؤثر لكن في هذا المكان يصبح الدالة غير معرفة فوجد هنا تلك الإشارات ناقص لأنه كان عبر سبيل فلا دخل له في ماذا ثم عندنا ماذا ثم عندنا الواحد الواحد ينزل إلى هنا هكذا لكن لما يصل إلى هذا المكان ماذا وجد في طريقه وجد هنا ناقص ووجد هنا زائد كان عابرا للسبيل يعني يمر فقط الآن لكن في هذه الأماكن يصبح غير معرف يعني حتى نفهم لا يوجد له صورة ثم الآن نأتي إلى حرب الإشارات الناقص في الناقص ماذا يعطي لنا يعطي لنا زائد والناقص في الناقص يعطي لنا زائد والناقص في الزائد يعطي لنا ناقص والناقص في الزائد يعطي لنا ناقص والزائد في الزائد يعطي لنا زائد الآن نقول هكذا الدالة ماذا F كيف هي متزايدة تماما على ماذا على المجالات من هي المجالات التي تكون فيها متزايدة من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا هل يس ذلك نعم نقول المجالات ما هي أولا المجال الأول من ناقص مل نهاية إلى ناقص واحد مفتوح والمجال الأخر ما هو من ناقص واحد مفتوح إلى غاية واحد على اثناني مغلق لأن الدالة معرفة عنده والمجال الآخر من ماذا من الاثناني مغلق إلى غاية زائد مل نهاية مفتوح لأن المل نهاية مستحيل أن نجد عندها المجال مغلق نقول ومتناقص تماما على ماذا على المجالات من هما المجالات التي فيها متناقصة ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة أبني حتى تتعلموا إذن نقول على المجالين من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا لأن هذا يحدث مجموعة التعريف إذن من هو المجالات إنها من من الواحد على اثنان من الواحد على اثنان إلى غاية الواحد هكذا والمجال الآخر ماذا من الواحد إلى غاية الاثنان المجال عند الناقص واحد والواحد مستحيل أن يكون مغلق لأن الدل غير معرفة فقط بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى الأمر الآخر إذن الشيء الآخر هو جدول تغيرات الدل أف إذن نكتب هنا جدول تغيرات الدل أف على دي أف المعادة الناقص واحد والواحد إذن أول شيء ننطلق هنا إكس من ناقص ما لا نهاية لاحظوا أولا عندنا الزائد ما لا نهاية أين غير معرفة الدلة عند الناقص واحد وعندنا ماذا وعند الواحد فهذه مناطق ممنوعة قيمة ممنوعة هكذا وعندنا كذلك من هنا هكذا وننتبه جيدا إذن ونكتب هنا ماذا نكتب هنا أف فتح لإكس أين تنعدم؟ أولا قلنا تنعدم عند الواحد على إثنان هكذا إذن رمز الإنعدام وتنعدم عند الاثنان هكذا ننقل تلك الإشارات عندنا زائد ناقص ناقص زائد زائد وعندنا هنا أف لإكس ننقل الإشارات كما وجدناها إذن زائد نصعد هكذا ثم عندنا زائد نصعد ثم ناقص ننزل لاحظوا جيدا معي إذن ننتبه أرجوكم ولا نتعجل فيما يخص هذه الأمور إذن هكذا إذن قلنا هكذا ثم ننزل إلى هذا المكان ثم ننزل من هنا إلى غاية هذا المكان ثم نصعد هكذا هذه هي الأمور بعدها نأتي الآن إلى النهايات سوف نلاحظ الآن نعود إلى النهايات الأولى ركزوا جيدا حتى تكون أمورنا جد واضحة إذن نلاحظوا النهايات عند الناقص واحد بقيم أقل زائد من النهاية وبقيم أكبر ناقص من النهاية وعندنا عند الواحد معكوسة عند بقيم أقل ناقص من النهاية والأخرى زائد من النهاية أما عند الزائد من النهاية والنقص من النهاية واحد إذن تذكروا هذا لكي ننقله هنا على الجدول إذن وجدنا هنا واحد ووجدنا هنا واحد وجدنا هنا زائد مالا نهاية وهنا ناقس مالا نهاية وهنا ناقس مالا نهاية وهنا وجدنا زائد مالا نهاية تبقى لنا الآن هنا نحسب F F لنصف ونقوم بحساب F لاثنان إذن ما علينا الآن إلا ها هي الدلة أولا ننطلق بF لاثنان لأنها بسيطة جدا إذا عوضنا هنا بإثنان وهنا بإثنان فماذا ينتج؟ ينتج لنا صفر على ماذا؟ على أربعة ناقص واحد إذن فيعطينا أكيد هنا صفر الصفر على ثلاثة نأتي الآن بعدها إلى حساب أف لمن؟ أف لنصف إذن أف لنصف ركزوا جيدا تصبح تساوي لنا هكذا بحين واحد على إثنان ناقص إثنان الكل مربع على واحد على إثنان الكل مربع ناقص واحد لم أفعل شيء أنا أعوض فقط تصبح لنا هكذا ما علينا إلا أن واحد المقام إذن هنا تصبح لنا أربعة وهنا إثنان تصبح لنا كم؟ ناقص ثلاثة على ماذا؟ على إثنان الكل مربع وفي المقام تصبح لنا واحد على أربعة ناقص واحد لم أفعل شيء فماذا ينتج؟ تصبح تساوي البسط يصبح لنا تسعة على أربعة وعندنا هنا الخط الكسر الكبير لاحظوا هكذا أما المقام نواحد هنا المقام 4 فماذا ينتج لنا تصبح لنا ناقص 3 على 4 تصبح لنا 9 على 4 في 4 على ناقص 3 هذا يذهب مع هذا وتصبح لنا كم 9 على ناقص 3 ويسوينا ناقص 3 إذن ما هي صورتها صورة النصف هي ناقص 3 يعني قيم كلها مضبوطة يعني خالية من الفواصل ها قد الآن أنهينا مع هذا السؤال وهو أدرس اتجاه أو درس تغيرات الدلة يعني ننطرق بمجموعة التعريف ثم النهاية ثم المشتقى ثم إشارتها ثم جدول التغيرات هنا قد أنهينا هذا السؤال بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر بالرغم أني قد أجبنا عليه في جهات النهاية قال أدرس المستقيمات المقالبة إذن هنا المستقيمات المقاربة أولا نحن ماذا نملك؟ نملك أنه limit F لـ X لما X يمكن أن نضع هنا برمز القيمة المطلقة يؤل إلى الزائد منه لما نضع هذا الأمر معناه أنه X يؤل إلى الزائد منه ونقسمها لما نضع رمز القيمة المطلقة هنا كم وجدناها؟ وجدناها واحد فماذا نقول؟ نقول Y يساوي أنه واحد مستقيم مقارب كيف هو أفقي أو موازي لمحور الفواصل وعندنا كذلك limit F لـ X لما X يؤل إلى ناقص واحد بقيم أكبر وبقيم أصغر وجدناها ماذا؟ وجدناها زائد سوف أفصل أفضل هكذا لما وجعلناها هكذا وجدناها زائد ما لا نهاية ولما حسبنا كذلك limit F لـ X لما X آل إلى ناقص واحد بقيم أكبر وجدناها ناقص ما لا نهاية فنقول هنا X يساوي ناقص واحد مستقيم مقارب عمودي أو شاقولي أو موازي لمحور التراتيب عندنا كذلك limit F لـ X لما X يؤل إلى الواحد بقيم أكبر بقيم أصغر ننطلق بها وجدناها ناقص ما لا نهاية وكذلك limit F لـ X لما X يؤل إلى الواحد بقيم أكبر وجدناها زائد ما لا نهاية فنقول X يساوي واحد مستقيم مقارب عمودي أو شاقولي أو موازي لمحور التراتيب ها قد وجدنا كم ثلاث مستقيمات مقاربة واحد أفوقي واثنان عمودياني أو شاقولية بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى السؤال الثالث قد عين إحداثيات نقطة تقاطع البيان CF مع المستقيم المقارب الأفق دالتا مستقيم مقارب الأفق ها هو إذن هذا سميات دالتا إذن نكتب هنا تعين إحداثيات نقطة ماذا تقاطع CF مع دالتا ودالتا قد قطع لنا لهو المستقيم مقارب الأفق الذي معادلته Y يسيرنا واحد إذن ماذا تقول لإيجاد نقطة تقاطع ما بين مستقيم ومنحن نقول نحل المعادلة F لإكس ناقص Y يساوي السفر هذه القاعدة إذن نحل دائما إذا قال أوجد نقطة تقاطع منحنيين مثلا فنقول هكذا أو نقول كذلك إذا قال مع المستقيم نقول F لإكس ناقص Y المهم إما أن نقول F لإكس يساوي Y أو نقول F لإكس ناقص Y يساوي السفر إذن فتصبح لنا هكذا F لإكس ناقص Y يساوي السفر فماذا ينتج ينتج لنا أنه X ناقص 2 لكل مربع على X مربع ناقص 1 ناقص 1 يساوي السفر أي نواحد هنا المقام تصبح لكم هكذا دقيق أولا هذه ننشرها كام تصبح لنا X مربع ناقص 4X زائد 4 ثم نضرب هذا في هذا تصبح لنا ناقص X مربع وهذا في هذا تصبح لنا زائد 1 على X مربع ناقص 1 يساوي السفر هذا ذهب مع هذا فأصبحت ماذا فأصبحت ناقص 4X زائد 5 على X مربع ناقص 1 يساوي السفر عندنا كسر يساوي السفر المسؤول الأول الذي يساوي السفر لأن المقام مجموعة تعريف قالت لا يساوي السفر فأصبح لنا ناقص 4X زائد 5 يساوي السفر يصبح لنا ناقص 4X يساوي أنها كام لاحظوا جيدا يساوي ناقص 5 ومنه X يساوي 5 على 4 لأن الناقص هذا يذهب وهذا الناقص يذهب الآن ما هي نقطة تقاطع نقول CF تقاطع ماذا دالت يصبح يساوي أن النقطة X كام 5 على 4 والإجراج هو من عطينا الإجراج ها هو الإجراج إنه كام إنه واحد ثابت إذن واحد إذن هذه هي النقطة تقاطع ما بين المنحني وهذا المستقيم المقالب بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر قال ثم أدرس الوضعية النسبية إذن نكتب هنا دراسة الوضعية النسبية لمن ل C F بالنسبة إلى ماذا إلى دالت ماذا تقول القاعدة لدراسة وضعية منحنة بالنسبة إلى مستقيم نقول ندرس إشارة ماذا الفرق ما هو الفرق اللي هو F لX ناقص نكتبها بخط أوضح قلت F لX ناقص Y على ماذا على D F على مجموعة التعريف إذن فنقول F لX ناقص Y يساوي F لX ناقص Y انظروا ها هي قد حسبت من قبل حتى نربح الوقت ها هي F لX ناقص Y انظروا F لX ناقص Y كم وجدناها ها هي كم وجدناها انظروا وجدناها ناقص 4X زائد 5 على على X مربع ناقص 1 لكن نحن قلنا الإشارة ليس الإنعدام إذن لما نأتي إلى الإشارة يا أبنائي ما علينا إلا وضع جدول هذا الجدول هو الذي يلخص لنا هذه الوضعية وبطريقة جد سليمة إذن عندنا هذه إشارة البسط هكذا وعندنا إشارة المقام وعندنا الجداء الذي يعطي لنا وضعية هكذا وانتبهوا معي أرجوكم حتى تتعلموا إذن ننطلق نقول هنا X من ناقص مالا نهاية إلى غاية زائد مالا إشارة كسر سمعوها من إشارة البسط في المقام ننطلق أولا بالبسط ناقص 4X زائد 5 كم إن عدمت عند ماذا هذا إن عدم إن عدم عند 4 على 5 5 على 4 يقول أحدكم لماذا ها هي أمامكم 5 على 4 حتى لا تعود كل مرة تحسبون هذه الأشياء سبحانا 5 على 4 إذن 5 على 4 هنا رمز الإنعدام ثم هنا كذلك رمز الإنعدام وينزل إذن هنا نفس أركزوا أرجوكم منظروا العدد المضروف في الإكس فنقول هنا نفس يعني ناقص ها هو ومن هنا زائد هكذا يعني من هنا نفس ومن هنا عكس الآن عندنا كذلك المقام لهو إكس مربع ناقص واحد أين ينعدم المقام نعدم عندنا ناقص واحد والواحد إذن فعندنا هنا ناقص واحد وهنا واحد وينزل إلى هنا هكذا وينزل إلى هنا هكذا لكن لما يصل إلى هنا يصبح غير معرفة عندهم الدل حتى إلى غاية هنا غير معرفة دل وهنا كذلك غير معرفة حتى تفهموا جيدا إذن قبل هذا أولا جاء نازل هذا وهذا وجدوا أي إشارة في هذا المكان وجدوا زائد فيترك زائد لا دخل لهم فيها الآن هذه عبارة من الدرجة الثانية خارج مجال جدرين من هنا ومن هنا نفس وهنا عكس إذن هنا نفس نفس هكذا وهنا عكس الآن نكتب هنا F لإكس ناقص إجراغ الآن عندنا إشارة كما سنقلنا من إشارة البسط في المقام الزائد في الزائد يعطي لنا ماذا؟ الزائد في الناقص ناقص والناقص والزائد في الزائد زائد والناقص في الزائد ناقص ثم عندنا هذا هكذا حتى تفهموا الشكلة جيدة الآن نكتب هنا الوضعية في الوضعية ماذا نقول؟ نقول هنا C F فوق ماذا فوق دالتا هنا نقول C F أسفل دالتا يعني من ناقص أسفل زائد فوق إذن هنا C F فوق دالتا هنا C F أسفل حفوا قلت أسفل نلاحظه إذن أسفل دالتا وهنا في هذا المكان رمز الإنعدام نقول C F ماذا يحدث؟ يقطع دالتا دالتا عندنا المستقيم المقارب العمودي لهو كم؟ لهو X يساوي ناقص واحد ها هو وعندنا X كم يساوي يساوي لنا واحد ها هو إذن ونكتب هنا X يساوي كم ناقص واحد وعندنا هنا X يساوي كم يساوي لنا واحد عندنا كذلك المستقيم المقارب الأفق اللي هو Y يساوي لنا كم يساوي لنا واحد ها هو أمامكم ونكتب هنا دالتا ذو المعادلة ماذا؟ Y يساوي لنا كم يساوي لنا واحد هذا الأمر الآخر ثم عندنا قيم حدية انظروا وأولا عندنا نقطة تقاطع CF مع ماذا؟ مع دالتا خمسة على أربعة اللي هي واحد فاصل اثنان مع ماذا؟ مع واحد إذن واحد فاصل اثنان هنا مع واحد في هذا المكان نقطة تقاطع عندنا قيم حدية انظروا هذا الذي يشبه الجبل كم؟ إنها نصف مع ناقص ثلاثة إذن نأتي الآن إلى النصف مع ماذا؟ مع ناقص ثلاثة في هذا المكان يوجد لنا ها هو شيء يشبه الجبل عندنا كذلك قيمة حدية محلية صغرى ها هي اللي هي كم؟ عندنا الاثنان مع الصفر إذن ها هي أمامكم ها كذا أبنائي عندنا كذلك علينا أن نقوم بحساب F لصفر حتى نبحث عن نقطة تقاطع مع محور التراتيب إذن نعوذ هنا بصفر وهنا بصفر وهنا بصفر فصبحنا ناقص اثنان مربع لهو أربعة على ناقص واحد وتسوين ناقص واحد إذن يتقاطعان بسيطة انظروا نكون بجوار الواب هنا عندما يكون الـ X ناقص مالا نهاية ها هو X ناقص مالا نهاية كم يكون Y يكون واحد يعني نصعد إلى هذا المكان ثم ماذا نتجه من هذا المكان هنا ثم قال نتجه نحو الجدار لهو كم؟ لهو X يساوي ناقص واحد معناه سوف يأتينا ها كذا الرسم ها هو أمامكم متجهين نحو ماذا نحو قلت هكذا انطلقنا من الواحد متجهين نحو X يساوي ناقص واحد هذا الشوط الأول أو يمكن أن إذن هكذا حتى نفهم فكرة جيدة ها هو أمامكم نتجه نحو X يساوي ناقص واحد ثم عندنا كذلك الأمر الثاني عندنا ها هو من هنا بجوار هذا X يساوي ناقص واحد يصعد إلى هذه القيمة الحدية مثل التي تشبه الجبل ثم يعود إلى المستقيم الآخر X يساوي واحد كذلك أبنائنا نأتي هنا ونضع هكذا ها هي أمامكم تابعوا ماي فقط إذن من هنا هكذا في الأصل من هنا في الأصل من هنا ونصعد إلى غاية هذا الجبل ثم نعود متجهين نحو X يساوي الواحد ها هو هكذا يمكن أن نزيد لكن لا نكثر ثم نتوقف هنا هكذا يكفينا إذن ها هو الجزء الآخر عندنا كذلك الجزء الذي بقي لنا هو أن ننطلق من الواحد وننزل إلى هذه القيمة الحدية التي إحداثها 2-0 ثم نتجه نحو الواحد معناه أكيد سوف يأتينا هكذا من هنا وننزل إذن هكذا لما تلاحظون ركزوا معي إذن هكذا ثم وصلنا إلى القيمة الحدية ثم نتجه نحو إقلاق يساوي واحد ها هو الآن الرسم صحيح 100% ثم نكتب هنا ماذا نكتب C F نسبة إلى D F لأن سوف تأتينا منحنيات أخرى C G و C H هكذا فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى الجزء الآخر قال خامسا ناقش حسب قيم الوسيط الحقيقي M عدد وإشارة لم يقل عدد فقط إنما العدد وإشارة حلول المعادلة M ناقص 1 في X مربع زايد 4X ناقص M ناقص 4 يسهل لنا 0 الكثير يعاني من المناقش البين لكن أمرها جد بسيط إذن نكتب هنا المناقش البيانية لحلول المعادلة إذن سوف نلاحظ ما هي هذه المعادلة المعادلة قد أعطيت لنا لكن علينا أن نجري عليها بعض التغييرات كيف ذلك إذن نأتي بهذه العبارة واسمعوا ماذا أقول إذن هذه العبارة ماذا تقول قاعدة أبني من هذه العبارة التي أعطيت لنا علينا أن نجد ماذا أن نجد هذه العبارة التي أشير إليها بالنقطة الحمراء تساوي شيء فيه M يعني نجد هكذا نجد F ل X يساوي شيء فيه M لا يهمون هذا الشيء المهم انطلاقا من هذه العبارة علي أن أصل إلى عبارة F X تساوي شيء فيه أم لا يهم هذا الشيء مهما كان تعالوا ننطلق علينا أن تكون عبارة F X يعني موجودة أمامنا حتى نتخذها كمرجة وانتبه معي أرجوكم حتى التعلم الآن ما رأيكم أبناء لو ننشر هذه القيم M إذن X مربع يعني نشرت هذا في هذا إذن M في X مربع ثم هذا في هذا ناقص ماذا ناقص X مربع زائد 4 X ناقص M ناقص 4 يساوي الصفر وعيني على هذه العبارة دقيق أرجوكم ما رأيكم أبناء لو أنقل هذا وهذا وهذا كلهم إلى الطرف الآخر إلى هنا وركزوا ماذا سوف يحدث تصبح لنا M في X مربع ناقص M تساوي X مربع ناقص 4 X زائد 4 ناقل دخلت هذا وهذا وهذا إلى الطرف الآخر وغيرت إشارت إشارتهم فأصبحت ونستخرج من هنا الآن من هنا ومن هنا M عام المشترك فتصبح لنا M في X مربع ناقص واحد تساوي أليس هذه المتطابقة شهرة هي نفسها هذه نعم إنها هي تساوي لنا X ناقص 2 الكل مربع الآن ما رأيكم لو ينقل هذا العبرة أين تنقل هذه بما أنها تنقل إلى المقام إذن تصبح لنا ماذا تصبح لنا M يساوي X ناقص 2 الكل مربع على ماذا على X مربع ناقص ماذا واحد مع X ينتمي إلى ماذا إلى R معادة ماذا معادة ناقص واحد والواحد لأنها علينا أن نحترم مجموعة تعريف هذا المقام لاحظوا الآن وانتبهوا أليس هذه العبرة هي F لX نعم نقول ومن هو ماذا F لX ماذا أصبحت تساوي انظروا تساوي M أنا قلت ماذا نجد نجد شيء فيه M الشيء الذي جاءنا في هذا التمرير مباشرة أنه نفسه M كان بإمكاننا أن نجد مثلا M مربع نجد مثلا X زائد M المهم أجد عبارة دال F تساوي لنا شيء فيه M لا يهم أي هذا شيء جاءنا في تمرير أنه F لX تساوي M مباشرة لأن الكثير يقول علي أن أجد F لX م لا قلت في هذا التمرير جاء M فيمكن أن نجد M مربع X زائد M X في M المهم F لأن المهم يوجد عدة أشياء علينا أن نحفظ المبدأ الأساسي إذن هنا مباشرة فوجدنا ماذا فوجدنا F لX ماذا تساوي تساوي لنا M مباشرة معنى هذه يقول أحدكم وهل هذه الأمور أكتب في ورقة الإجابة نعم وإلا كيف تحولت هذه العبارة إلى F لX تساوي M الآن حلول المعادلة هي نفس حلول المعادلة التي وجدناها ما هي F لX تساوي M التي هي ماذا الآن ما هي الحلول هي فواصل نقط تقاطع من CF مع المستقيم ذو المعادلة Y يساوي لنا ماذا يساوي لنا M يعني هنا ضعوا كلمة Y فقط الآن ما هي هذه المناقشة ما هي طبيعته إنها مناقشة أفقية كيف ذلك معناه لو رسمنا مستقيم هكذا أبنائي وسميناه منذ المعادلة Y يساوي لنا M فإنه يصبح مناقشة أفقية كيف ذلك معناه إذا جئنا بهذا المستقيم سوف ينطلق هكذا ويبدأ بعملية سعود الأمر الآن أصبح جد جد بسيط إذن ننطلق الآن في عملية مناقشة رويدا رويدا وتابع إذن ننطلق بالحالة واحد إذا كان A ينطلق الآن ما عليكم أن تفهموا أن القيمة التي أخذها Y هي النفس التي أخذها يعني إغلاق يسويها تعالوا الآن هاهو انطلق من هنا من الأسفل وبدأ بالسعود كم يوجد لنا الآن من ثقاط أنظروا يوجد هاهية واحدة نسقطها على محور الفواصل تقع في الجهة السليبة وهذه تقع في الجهة الموجبة من أين انطلق انطلق من هنا وبدأ بالسعود يعني من أين انطلق من ناقص ما لا نهاية إذن نقول من ناقص ملا نهاية الى غاية ماذا الى غاية هذا المكان لماذا نتوقف هنا لان يصبح لنا هنا حل معدوم وهنا حل موجب اذا من اين من ناقص ملا نهاية الى غاية ناقص اربعة الى غاية ناقص اربعة مفتوح للمعادلة حلان مختلفان في ماذا في الاشارة لماذا ابنائي لان نلاحظوا ماذا قال عدد واشارة لهذا علينا ان نتوقف عند كل حالة ثم الان بعد ما يصبح المستقيم الان في هذا المكان هنا كم يصبح اربعة هنا كم اربعة انظروا ها هي اربعة اصبح لنا اام اذا ثانيا اام يساوي لنا عفوا 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 ناقص اربعة اعتذر ارجوكم ناقص اربعة اصبح لنا للمعادلة حلان احدهما ماذا احدهما سالب تماما والاخر كيف هو كيف هو معدوم يقول احدكم ماذا معدوم اسقطوا هنا كم سفر اذا معدوم بعدها الان سوف يكمل هذا المستقيم سيرانه ها هو الان اكمل كم يجد لنا من تقاطع يجد لنا تقاطعان واحد اثنان كلهم يسقطون على هذه الجهة المجابة لان الفاصل دائما يكون هنا ما وقع من هنا مجب وما وقع من هنا سالب وانتهى الامر يعني الاسقاط اذا فماذا ينتج لنا انه الان بعدما ثانيا نقول ثالثا عفوا اذا نقول ثالثا اام ينتمي من ماذا من ناقص اربعة الى غاية انظروا ها هو يسعد ما زال يقطع مرتان مجبان مجبان الى غاية هذا الجبل هذا الجبل كم يكون الاغلاق وان يكون ناقص ثلاثة لان نقول ناقص ثلاثة مفتوح للمعادلة حلان مجبان تماما الان الان عندما يصبح هنا في هذه قمة الجبل كم يكون اام رابعا اام يساوي ناقص ثلاثة لنقول دائما للمعادلة ماذا حلا مضاعفا اذا اسمعوا دائما دائما عند القيم الحدية التي تشبه الجبل والحفرة يعني هنا وهنا قولوا حلا مضاعفا قيمته انظروا نسقطها مباشرة انها ناق انها نصف اللي هي اكس كم يساوي نصف التي موجود عندنا في جدول التغيرات الآن ثم الآن نكمل من هنا هل يوجد تقاطع لا يوجد لا يوجد لا يوجد لا يوجد تقاطع الى غاية هذا المكان كم يكون هنا اقلاق لما ينطبق على محور الفواصل يكون صفر محور الفواصل هو اقلاق يساوي صفر اذا نقول خامسا اام ينطلق من ناقص ثلاثة الى غاية الصفر لا يوجد حلول ثم الآن عندما يصبح في هذا المكان بالضبط كم؟ اذا سادسا اام يساوي كم؟ صفر لان هذه اام يساوي كم؟ صفر سصبح للمعادلة ماذا؟ حلا مضاعفا يقول احدكم اين هو؟ ها هو امامكم قيمته نعرفها ها هي امامكم انها اثنان اكس كم يساوي؟ يساوي انها اثنان ثم بعدها يكمل مسار ها هو بدأ يكمل كم يجد لنا من تقاطع؟ ها هو واحد وها هو الاخر الى غاية ماذا؟ الى غاية هنا كم يكون اقلاق؟ انظروا يكون واحد دلنا نقول سابعا اام ينتمي من الصفر مفتوح الى غاية ماذا؟ الى غاية الواحد مفتوح للمعادلة حلان كيف هما موجبان تماما الآن بعدما يصبح الآن في هذا المكان هنا كم يجد لنا من تقاطع؟ يجد لنا واحد ها هو فقط اذا نقول ماذا؟ اام يساوي كم واحد للمعادلة؟ ماذا؟ حلا وحيد ما هو الحل الوحيد؟ لهو اكس يساوينا وجدنا هذه القيمة كم؟ قلنا انها خمسة على اربعة لاحظتم يعني الامر جدا بسيط وهكذا ونكمل ثم بعدها ماذا يحدث؟ ها هو الآن قد إذا قلت ها هو الآن قد يكمل مسارة انظروا كم يجد لنا الآن من تقاطع؟ لأن لا تنسوا أن هذا ما زال ها كذا إذا الآن ها هو من هنا وانطلق كم يجد من تقاطع؟ يجد تقاطعات ها هو واحد يأتي في السالب وها هو الآخر مجب إلى غاية ما لا نهاية لأن هذا ما زال يكمل ها كذا سيلا إذن نقول كم؟ نقول سابعا هذه إذا قلنا ثامنا نأتي الآن إلى تاسعا آم كيف يكون؟ يكون ينتمي من الواحد مفتوح إلى غاية زائد ما لا نهاية للمعادلة حلاني كيف هو مختلفان في الإشارة يعني أحدهما مجب والآخر سليم إذن هذه المناقشة هي مناقشة قلت أفقية فما علينا إلا من هنا وننطلق هكذا إذا وجدنا نقطتين نقول حلان إذا وجدنا نقطة نقول حل هذا حل مضعف عند الحفرة والجبل هنا لا يوجد هنا حل مضعف هنا حلاني هنا حل وحيد ومن هنا كذلك حلاني مختلفان في الإشارة إلى غاية المال نهاية لأن المنحنة ما زال يصعد إلى مال نهاية فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال الآخر الجزء الثاني قائل الثاني روماني نعتبر دلاجي المعرفة به جيل إكس تسوي لنا ماذا؟ قاوس القيمة المطلقة لإكس ناقص واحد ناقص اثنان لكل مربع على إكس مربع ناقص واحد قال أكتب جيل إكس دون رمز القيمة المطلقة إذن نكتب هنا كتابة جيل إكس دون رمز القيمة المطلقة أركزوا جيدا هنا أرجوكم إذن ننتبه جيدا أولا ما هي مجموعة التعريف الدلاجي؟ نقول الدلاجي معرفة على المجال ما هو على أر مع هذا القيمة التي تعدم المقام إنها الناقص واحد والواحد هذا علينا أن نكون على دلاجة به وهذا ماذا يعني؟ يعني إذا حولنا هذه الكلمة إلى شكل مجال فتصبحنا هكذا دي جيل تساوينا من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد اتحاد من ناقص واحد إلى الواحد اتحاد من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية الآن كيف يمكننا كتابة عبارة دون رمز القيمة المطلقة أن نقوم بنزع القيمة المطلقة ونحترم المجالات فقط يعني ليس بشيء كبير هذا ماذا يساوي؟ يصبح يساوي لنا شيئان هكذا وانتبهوا معي أرجوكم حتى تتعلموا إذن جئنا إلى القيمة المطلقة لـ المعروف عليها ماذا تساوي؟ القيمة المطلقة لـ معروفة أنها تساوي لنا إكس إذا كان إكس أكبر أو يساوي السفر وتساوي لنا ناقص إكس إذا كان إكس أقل من السفر هذا هو الأمر وهناك كلمة أو وكلمة أو في الرياضية هي اتهاد المجالات إذن هنا كذلك هذه مرة ننزعها ونقول هكذا تصبح لكم إكس ناقص إثنان الكل مربع على ماذا؟ على إكس مربع ناقص واحد لكن إذا كان إكس ماذا؟ إذا كان إكس موجب تخيلوا الآن إكس موجب إكس موجب أين يكون؟ يكون هنا السفر يعني من هنا فما فوق الآن هذا المجال كيف نقرأه؟ اسمعوا جيدا إذا جئنا نحن ندلق أنها هكذا أنها معرفة من ناقص ما لا نهاية إلى الناقص واحد ومن الواحد إلى الزائد ما لا نهاية ها هو المعروف ونحن قلنا إذا كان إكس أكبر أو يساوي سفر معنى ها هو أمامكم السفر فإن ها هو المجال الذي نتحدث عليه وهنا إذا كان إكس أين ينتمي؟ ينتمي من السفر إلى الواحد مفتوح لأن الدل غير معرفة إحذاره اتحاد من الواحد إلى الزائد ما لا نهاية الآن ننزع مرة أخرى القيمة المطلقة هنا ونضع هذا في مكانها فنضع هنا ماذا يصبح؟ يصبح لكم هكذا أركز وأرجوكم تصبح لنا ناقص إكس ناقص إثناني الكل مربع على إكس مربع ناقص واحد لكن شيء الذي عليكم أن تعلموه يا أبني أن ناقص إكس ناقص إثناني هذه الكل مربع هي نفسها في الرياضية هي إكس زائد إثناني الكل مربع يقول أحدكم لماذا؟ لأن هذا الناقص وهذا الناقص يمكن أن نستخرجه هنا إلى ناقص لكن نربعه لأن قلت التربيع مثله كمثل ناقص خمسة مربع أليس هو خمسة مربع؟ نعم إذن هذا الناقص بما أن كان هذا عنده ناقص هذا ناقص وهذا ناقص وكلاهما مربع فيمكن نزع الناقص يقول أحدكم وهنا هنا لا لأن هنا هذا الزائد وهذا ناقص لا يمكن إذن هذه الأمور عليكم أن تفهموها أرجوكم إذن هذا ماذا يعطي لنا؟ يعطي لنا هذه الكتابة تصبح لنا بعدما أنزع لها الناقص تصبح لنا هي إكس هكذا ناقص إثناء زائد إثناني الكل مربع على ماذا؟ على إكس مربع ناقص ماذا؟ ناقص واحد أعيد هذه الكتابة هي نفسها هذه أرجوكم يفهموها من خواص التربعات الآن هذا ماذا يحدث؟ عندما يكون إكس ينتمي من ماذا؟ ينتمي أكيد من هنا إلى هنا لماذا؟ لأن عندنا الناقص قلنا إذا كان إكس أقل تمامنا الصفر حيث إذا جمعنا هذا مع هذا يعطينا R الآن فنقول من ناقص ما لنهاية إلى ناقص واحد مفتوح لأن هذا يأتينا كعرقلة في الطريق ومن الناقص واحد إلى الصفر هكذا مفتوح وهناك كلمة أو حتى إذا قمنا باتحاد المجالات يعطينا نفس المجال التعريف أرجوكم حتى تفهموه الآن يقول أحدكم والكتابة كيف نجيب في ورقة الإجابة؟ هذا هو ورقة الإجابة كما يمكنكم أن تضفوا هذه هذا الشيء إذا أحببتم ذلك حتى يعرف المصحح كيف تمت عملية التفكيك إذن جيلي إكس ماذا أصبحت؟ إذن تصبح لنا هذه جيلي إكس لها عبارتان كما تلاحظون فقط أبنائي بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى السؤال آخر قال أدرس استمرارية وقابلية الاشتقاق للدلج عند السفر ها هو السفر وهو مفترق الطرق إذن نكتب هنا أولا دراسة استمرارية ماذا؟ الدلج عند ماذا؟ عند السفر كما تعلمون أن دراسة الاستمرارية ماذا تقول قاعدة؟ أنه نقول للميت لاحظوا جيدا جيلي إكس لما إكس يؤل إلى صفر بقيم أقل إذا وجدناها أنها تسوي للميت اسمعوا جيدا جيلي إكس لما إكس يؤل إلى صفر بقيم أكبر ووجدناها نفسها هي جيلي صفر فنقول أن الدهلة مستمر إذا وجدنا اختلاف أن الاستمرارية من اليمين من اليسار لا تسوي من اليمين ولا تسوي الصورة فهنا نقول أن الدهلة غير مستمرة معنى منحنة يأتي متقطة اسمعوا جيدا هنا وفهموا الأولا نقوم بحساب جيلي سفر في رأيكم هل نحسبها هنا أم هنا علينا أن نحسبه في المجال الذي يكون يدخل فيه السفر يعني放 هنا لأن المجال هنا مفتوح تعالوا نقوم بحسابها تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا다 quote سفر ناقس 2 الكل مربع سفر مربع ناقس 1 تصبح لنا هنا كم؟ ناقس 2 الكل مربع هي 4 على ناقس 1 وتسوئنا ناقس 4 إذا حسبنا النهاية هذه وجدناها ناقص أربعة وهذه ناقص أربعة فنحكم على الدلة أنها مستمرة عند الصفرة تعال أن نقوم بحساب لميت جي لإكس لما إكس يؤول إلى صفرة بقيم أقل بقيم أقل ها هي بقيم أقل نأخذ هذه العبارة فتصبح لنا تساوي لنا ماذا؟ تساوي لنا لميت لهي إكس زائد إثنان الكل مربعة على إكس مربع ناقص واحد لما إكس يؤول إلى صفرة بقيم أقل هنا أكيد لو نعوذ مباشرة ماذا يعطي لنا هنا؟ يعطي لنا أربعة وهنا تعوذوا بالصفر وهنا تصبح لنا أربعة على ناقص واحد فعطت لنا ماذا؟ عطت لنا ناقص أربعة إذن أولا هذا الأمر الأول إذن الدلة مستمرة على عند الصفر من اليسار لأننا وجدنا نفس الصور نأتي كذلك لآن لميت جيل إكس لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر تساوينا ماذا؟ تساوينا لميت الإكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر الآن بقيم أكبر معناه في هذه الجهة العبارة المؤخوذة هي هذه فتصبح لنا كام؟ إكس ناقص إثنان الكل مربع على إكس مربع ناقص واحد عوض هنا بالصفر وهنا بالصفر فتصبح كذلك أربعة على ناقص واحد إنها ناقص أربعة فنقول أنه لميت ماذا؟ لميت جيل إكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيم أقل أعطت لنا لميت ماذا؟ جيل إكس لما إكس آل إلى صفر بقيم أكبر وأصبح تساوينا جيل لصفر وكلهم يعطينا ناقص أربعة نقول ومنه الدالة جي كيف هي مستمرة عند ماذا؟ عند الصفر حتى نفهم جيدا معناها المنحنة لا يمكن أن يأتي متقطع عند النقطة ذات الفاصلة صفر حتى نفهم الفكرة جيدا أو نقول هنا عند النقطة إذن عند النقطة ذات الفاصلة كم صفر فقط حتى نفهم الفكرة جيدا أبنائي بعدما أنهينا مع هذه الاستمرار نأتي الآن إلى الاشتقاقية إذن كذلك نقول هنا دراسة قابلية الاشتقاق للدالة ماذا؟ جي عند الصفر إذن ننطلق بقابلة الاشتقاق من اليمين ومن اليسار نقول limit جي لإكس ناقص جي لصفر على إكس ناقص صفر لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أقل يساوي الآن جي لصفر تحدثنا عليها ها هي كم وجدناها اسمعوا جيدا ها هي جي لصفر كم؟ إنها ناقص أربعة تذكروا هذا فتصبح لنا تساوي للمت هكذا جي لإكس الآن بقيم أقل الصفر بقيم أقل إذن نأخذ هذه العبارة فتصبح لنا كم إكس زائد إثنان الكل مربع على إكس مربع ناقص واحد ناقص جي لصفر لهو وجدناها ناقص أربعة هكذا حتى تتفهموا أما هذا الناقص فنقص قانون لا دخلنا فيه على إكس ناقص صفر لهو إكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيم أقل يصبح يساوي تصبح تساوي لنا ماذا تساوي لنا للمت هكذا ونفهم جيدا إذن تصبح لنا إكس يمكن هنا أن تصبح لنا إكس زائد إثنان الكل مربع وعندنا هنا تصبح لنا زائد أربعة زائد أربعة نوحد لها المقام مع هذه هذه تصبح لنا نضرب الآن هذا أكيد في الأربعة فماذا يصبح يصبح لنا زائد تسمعوا جيدا زائد أربعة إكس مربعة ماذا ناقص ماذا ناقص أربعة على ماذا على إكس مربعة ناقص واحد وهنا عندنا إكس لما إكس يؤول إلى الصفر بقيم أقل هنا أرجوكم أن تبه لأن فيها أمور حسابية تصبح لنا للمت هكذا وعندنا هنا خط هكذا هنا إكس مربع ناقص واحد وهنا إكس وقلنا إكس يؤول إلى صفر بقيم أقل هكذا عندنا ننشر هذه العبارة فماذا ينتج صبح لنا مربع الأول اللي هو إكس مربع زائد مربع الضعف الجداء اللي هو أربعة إكس زائد مربع الثاني هكذا زائد مربع الثاني اللي هو أربعة ثم زائد أربعة إكس مربع ثم عندنا ناقص أربعة هكذا أولا عندنا هذا وهذا قد ذهب فأصبحت تسوينا تقول القاعدة كسر على كسر هنا أرجوكم لأن هذا مقامه واحد فهذا الكسر يبقى أما هذا ينقلب أرجوكم يا أبناء اسمعوا هذه أولا عندنا هذا مع هذا يسبح لنا خمسة X مربع ثم ماذا بقي زائد 4X على ماذا على X X مربع ناقص واحد لما X يؤول إلى الصفر بقيم الأقل يا أبناء هنا عليكم أن تسمعوا قواعد الكسر هذا يبقى وهذا ينقلب لما ينقلب تصبح لكم مكتوبة في هذه الصغة أرجوكم لماذا لأن الكثير هنا يقول يا أستاذ لما أصل إلى المقامات لا أعلم هنا تصبح لنا واحد على X فالبسط في البسط والمقام في المقام يعود الكتابة التي كنت أكاتبها الآن يمكن أن نستخرج X من البسط وX من المقام تصبح لنا الليميت X في 5X زائد 4 على ماذا على هكذا جيدا على X في X مربع ناقص واحد لما X يؤول إلى صفر بقيم أقل هذا ذهب مع هذا فأصبحت لنا لميت ماذا لميت 5X زائد 4 على X مربع ناقص واحد لما X يؤول إلى صفر بقيم أقل الآن لو نعوذ هنا بالصفر وهنا بالصفر لاحظوا ماذا سوف نتحصل نتحصل على ماذا على ناقص ماذا ناقص أربعة هكذا إذن وجدنا ناقص أربعة وهذه الناقص أربعة قلنا هي قيمة منتهية معنا تنتمي إلى R أركز أرجوكم حتى تفهموا فكرة تقول القاعدة إذا وجدنا نهاية هذه النسبة أنها قيمة منتهية يعني لا تستطيع المالة نهاية نقول ما هذه النسبة لميتة أربعة قابلة حتى نتحصل على نهاية 10 فكرة كما أنها قيمة منه جدنا وجدنا في جهة إذا نقص لنا وضعاً جدنا تآخر نتحصل على نهاية حتى تقيمة لنا المالة نخرج كثيراً لنا جي لصفر كم ناقص أربعة مع هذا الناقص يجعلها زائد أربعة على إكس لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر إذن فهنا ما علينا إلى أن نواحد المقام نصبح لنا للميت وهكذا مثل ما فعلنا الأول نصبح هنا إكس في إكس مربع ناقص واحد أما في البص نصبح لنا إكس ننشر هذا الجزء نصبح لنا مربع الأول ناقص ضعف الجوداء زائد مربع الثاني وهذا نوحد له المقام مع هذا مثل ما فعلنا في هذا الجزء الآن تصبح لنا كم تصبح لنا زائد أربعة إكس مربع هكذا ناقص أربعة ثم لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر أولا عندنا هذا وهذا قد ذهب فتصبح لنا لميت لميت ماذا لميت خمسة إكس مربع ناقص أربعة إكس هكذا على إكس في إكس مربع ناقص واحد لما إكس يؤول إلى صفر بقيم أكبر نختازل x من البسط وx من المقام نصبح لنا الليميت ماذا؟ 5x ناقص 4 على x مربع ناقص 1 لما x يؤل إلى 0 بقيم أكبر أكيد نعوذ هنا بالصفر وهنا بالصفر لاحظوا ماذا يبقى لكم يبقى لنا ماذا؟ يبقى لنا الكل يقول إنها كم؟ إنها 4 إنها قيمة منتهية معنا تنتمي إذا R نقول ومنه كيف ذلك تقبل الاشتقاق عند الصفر من اليمين من قلت من ماذا؟ من اليمين نقول هكذا لاحظوا جيدا نقول لكن بما أن نهاية ناقص 4 لا تساوي 4 لماذا؟ لأن هنا كم وجدنا؟ 4 وهنا ماذا وجدنا؟ ركزوا جيدا وحكموا بأنفسكم وهنا ماذا وجدنا؟ وجدنا ناقص 4 ها هي أمامكم حتى أظهرها بما أن النهاية النسبة هذه من اليمين لا تساوي من اليسار نقول ومنه أدالة جي لا تقبل الاشتقاق عند الصفر ومنحناها البياني ماذا؟ يقبل نصفي مماسين نصفين مماسين كيف؟ معناه هذه النقطة ممكن يأتينا هكذا المنحنة ركزوا كيف يأتي تسمى نقطة الزاوية هذا هكذا وهذا هكذا هنا يأتينا نصف مماس هكذا وهنا نصف مماس هكذا حتى نفهم الفكرة جيدا يعني حتى تفهموا هذه الفكرة إذن فتسمى هذه النقطة زاوية معناه منحنا البياني يقبل نصفي مماسين لا يقبل مماس كامل فقط بعدما قمنا بهذا سوف نأتي الآن إلى الجزء الآخر قال بيّن أن F لإكس يساوينا جي لإكس على مجموعة يطلب تعيينه إذن نكتب هنا البرهان أن جي لإكس ماذا تساوي؟ تساوينا F لإكس على مجال معين لاحظوا ها هي الطريق انظروا ها هي عبارة الأف أين هي؟ أليس هذه؟ نعم إذن جي لإكس تساوينا F لإكس لكن المجال هو هذا لاحظوا أما هذه اسمعوا جيدا أما هل هذه مع هذه متساوية لا إذن هذه تساوي نقول F لإكس تساوي جي لإكس إذا كان إكس المجال ينتمي ها هو المجال يا أبنائي إذا كان إكس ينتمي من الصفر إلى غاية الواحد إتحاد من الواحد إلى الزائد ما لنه فقط يعني هذا لماذا طرح هذا السؤال حتى يساعدنا في رسم الس جي فقط أبنائي إذن وبعدها نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال ادرش شفاعية الدالة جي إذن نكتب هنا رابعا دراسة ماذا شفاعية الدالة التي اسمها جي إذن أولا نقول الدالة جي معرفة على ماذا معرفة على ار قلنا معاد القيمة لا تعديم المقام إنها النقص واحد والواحد تكون جي الآن أولا عندنا نريد أن نبحث هل هي زوجية أم فردية عندنا ماذا تكون إذا كان عندنا جي لإكس يساوينا هكذا إما أن تساوينا جي عفوا نقول هكذا نضع هنا ناقص جي لناقص إكس إذا أعطى أن وجدنا أن يساوينا جي لإكس فهي زوجية وإذا وجدنا ناقص جي لإكس فهي فردية مع الإكس يكون ينتمي إلى هذا المجال والناقص إكس ينتمي إلى هذا المجال الأكيد إذا كان عندنا إكس ينتمي إلى دي جي وماذا وناقص إكس كذلك ينتمي إلى دي جي اللي هو مجموعة التعريف تعالوا أن ننطلق تصبح لنا جيلي ناقص إكس تساوي ما علينا إلا جلب عبارة في الدلاج وهي وفي كل إكس نعوي بن ناقص إكس تساوي لكن نحن نعلم أن القيمة المطلقة لن ناقص إكس مثال القيمة مطلقة لناقص خمسة تساوي القيمة مطلقة لخمسة إذن هذا ماذا يعطي لنا يعطي لنا أن تصبح لنا تساوي القيمة مطلقة ل ا Rox Donald هذا ناقص X لكل مربع هو نفسه هو X مربع ناقص واحد وتساوي أن هذه ما هي إنها G لX ها هو المسار الذي اتخذناه إذن كيف هي الدلة نقول ومن هو الدلة G دلة زوجية الآن بما أنها دلة زوجية نقول ومنحناها هذه خواس دلة زوجية يكون متناظر اسمعوا جيدا بالنسبة إلى محور التراتيب يعني محور Fتح إذن اسمعوا الدلة الزوجية يكون منحناها متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب لهو هذا إذا كان مثلا في هذا الدساء هكذا حتى نفهم الفكرة جيدا فقط أبندي بعدما أنهينا مع هذا السؤال وتذكروا شيء أنه قلنا أنه منحناها البياني يكون متناظر بالنسبة إلى محور التراتيب نأتي الآن إلى استنتج التمثيل البياني سي جي للدلة جي أي معنى كيفية الرسمة استنتاج رسم ماذا؟ رسم سي جي انطلاقا مما سابق نقول بما أن F لـ X قلنا أنها تساوينا G لـ X إذا كان المجال إذا كان قلنا X ينتمي من من الصفر ركزوا من الصفر إلى الواحد إتحاد من الواحد إلى الزائد ملا نهاية أي ماذا؟ أي سي جي ينطبق على ماذا؟ على CF في المجال ما هو المجال الذي ذكر عندنا؟ إنه من الصفر إلى الواحد مفتوح إتحاد من الواحد إلى الزائد ملا نهاية إذا من هنا إلى غاية هنا لكن هنا يوجد لنا فاصل في هذا المكان كما أشهر لأن الدلة غير معرفة يكون ينطبق إذن ما علينا إلا أن نقوم هكذا اسمعوا جيدا هكذا ها هو CG وعندنا من هنا كذلك CG ها هو أمكم هذا الجزء الأول ثم نأتي الآن إلى الجزء الثاني قلنا ومنحنا يكون متناظر بنسبة إلى محور الترتيب معنى هذا الجزء الذي قمنا برسمه نناظره الآن بالنسبة إلى هذا المحور نقول والجزء والجزء الباقي يناظر بالنسبة إلى إلى ماذا إلى إيقراج إيقراج فتحة كيف؟ معنى هذا الجزء المرسوم هذا الجزء المرسوم حتى تتفهمه جيدا الذي رسمناه باللون الأخضر نناظره بالنسبة إلى هذا المحور أما هذا فلا دخلنا فيه أصلا حتى تتفهمه جيدا إذن الجزء الأول يرسم والثاني يناظر كيف يناظر؟ معناه عندنا هنا هكذا إذن من هنا يكون ها هو أمامكم ومن هنا ها هو أمامكم إذن هذا الجزء ها هو قد نناظره وعندنا كذلك هذا الجزء نناظره دائما قلنا المناظر بالنسبة إلى محور التراتيب كذلك يأتينا هنا ونناظر ها كذا ها هو أمامكم هذا هو إذن إلا أنه لا يختعه إذن ها كذا عفوا دائما رسمي يجب أن نعتاري ما هو إذن ها كذا ونسميه ماذا نسميه سي جي نسبة إلى الدالة جي والدالة قلنا أن هنا منحناها لا يقبل الدالة لا تقبل الاشتقاق فيكون عندنا نسمة ماس من هنا ونسمة ماس ها كذا تتفهم الفكرة هذا اللي قلنا الدالة وجدناها أنها غير قابلة للاشتقاق فقط إذن الجزء الأول من هنا إلى هنا جاء ينطبق على سي أف أما الجزء الآخر فنناظر هذا الجزء بالنسبة إلى محور الترتيب لأن الدالة لأن الدالة ماذا جي زوجية فيكفي رسم الجزء الذي نعلمه لهو هذا والجزء الآخر نناظره بالنسبة إلى محور الترتيب فقط بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى ثالثة روماني قال نعتبر الدالة أش المعرفة بي أش لإكس يسعينا أكس ناقصتنا لكل مربع على القيمة المطلقة لإكس مربع ناقص واحد قال أكتب عبارة أش لإكس بدلالة أف لإكس التي تعدم لنا المقام هذه بالرغم القيمة المطلقة لكن لا تؤثر لها الناقص واحد والواحد تعوذوا بناقص واحد والواحد سوف تجد المقام عادي الآن نأتي إلى العبارة هذه دائما لما ننزع شيء اسمه القيمة المطلقة علينا أن نحترم شيء ركزوا أرجوكم لأن الكثير لما يأتي إلى هذه الأشياء يقول لا أجدها لما أنزع القيمة المطلقة يعني كتابة هذه العبارة دور رمز القيمة المطلقة لاحظوا وانتبهوا معي عندنا أبناء دائما اذهبوا إلى العبارة التي توجد في القيمة المطلقة هي التي يقوم بتعين إشارتها إذن سوف نأتي بوضع جدول بسيط من خلاله تتعلمون كيف يمكن النزع هذه الأمور وبطريقة جد جد بسيطة هكذا وانتبهوا معي أرجوكم ها هو أمامكم واسمعوا كيف تتتم العمل إذن عندنا هنا إكس من ناقص ما لا نهاية إلى غاية الزائد ما لا نهاية هذا هو الذي عندنا فيه إشكال من هو إنه إكس مربع ناقص واحد أين ينعدم؟ نعدم عند الناقص واحد وعند الواحد نضع هنا رمز الإنعدام هكذا وهكذا أركزوا هنا أرجوكم حتى تتعلموا الفكرة جيدا الآن هذه عبارة من الدرجة الثانية هنا بخارج مجال جدرية نفس هنا نفس وهنا نفس وهنا عكس الآن إذا كتبناها برمز القيمة هنا بدو رمز القيمة مطلقة وهي إكس مربع ناقص واحد هكذا ماذا تقول القاعدة؟ تقول القاعدة في هذا معنى هذه نضربها في زائد لما نضرب هذه القيمة في زائد ماذا يحدث لها؟ أكيد تبقى هي هي إكس مربع إكس مربع عفوا إذن قلت إكس مربع ناقص واحد وهنا كذلك تضرب هذه القيمة في زائد فلا يحدث لها شيء سبحانا إكس مربع ناقص واحد أما هنا نضرب هذه القيمة في الناقص نقص في ماذا؟ في إكس مربع ناقص واحد هكذا كتبت بعدها ماذا يحدث؟ تصبح لنا تساوي هذه ماذا يمكن أن تساوي؟ تساوينا عباراتها إما أن تساوينا إكس ناقص إثنان الكل مربع على إكس مربع ناقص واحد لكن مات في المجال من هنا إلى هنا ومن هنا إلى هنا إذن إذا كان إكس ينتمي من ماذا؟ ينتمي من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد مفتوح لأن الدلة غير معرفة عند هذه القيمة اتحاد من الواحد إلى زائد ما لا نهاية وماذا تساوي؟ وتساوينا هذه نأخذها الآن نضعها في المقام لأن الها هو الذي يغير لنا هذه الأشياء ماذا؟ تصبح لنا كم؟ تصبح لنا إكس ناقص إثنان الكل مربع على هذه القيمة ننقلها كما هي اللي هي ناقص في إكس مربع ناقص واحد إذن هذه وهذا الناقص لا نلحق أن نحوله إلى هنا ونقوم بحذفه من هذا المكان يعني هنا نضع شيء اسمه ناقص هنا إذا كان إكس ينتمي أكيد إن المجال مفتوح من ناقص واحد إلى واحد لاحظتم؟ الآن قال لكن هو قال أكتب عبارة أش لإكس بدلة أف لإكس ألا تلاحظون أن هذه هي الأف لإكس؟ نعم إذن هنا هذه تساوينا ماذا؟ أف لإكس وهذه مضربة في ناقص أليس هي الأف لإكس مضربة في ناقص؟ نعم تساوينا ناقص أف لإكس ها قد كتبنا يا أبناء هذه الأش لإكس بدلالة مرة تساوينا أف لإكس في المجال هذا ومرة تساوينا ناقص أف لإكس في المجال هذا فقط وها قد أجبنا يقول أحدكم وهل هل نضع هذه في ورقة الإجابة؟ نعم لحتى نعرف ما هي الشيء الذي قمتم للوصول إلى هذا الجواب بعدما أنهينا مع هذا السؤال جاء السؤال الآخر قال استنتج التمثيل بياني سي أش للدلة أش إذن نكتب هنا استنتاج رسم ماذا؟ سي أش لاحظوا هنا الأمر جد بسيط نحن ماذا نملك؟ نملك أنه أش لإكس تساوينا ماذا؟ تساوينا أف لإكس لما يكون إكس ينتمي من ناقص مالا نهاية إلى ناقص واحد من الواحد إلى زائد مالا نهاية أي ماذا؟ أي سي أش ينطبق على ماذا؟ على سي أف هذا الجزء الأول كيف؟ ها هو إذن من ماذا؟ من ناقص مالا نهاية إذن ها هو الجزء هذا من ناقص مالا نهاية إلى ناقص واحد وكذلك من الواحد إلى زائد مالا نهاية من الواحد إلى زائد مالا نهاية ها هو يا أبناء انظر كما أشير هنا وعندنا كذلك ماذا؟ وعندنا أش لإكس تساوينا ناقص أف لإكس ها هي الطريق إذا كان عندنا قلنا إكس ينتمي من ناقص واحد إلى الواحد فإن ماذا؟ فإن سي أش يناظر ماذا؟ سي أف بالنسبة إلى محور الفواصل تناظر محوري إذا وجدنا آش لإكس يسعينا ناقص أف لإكس فإن يناظره يعني من هذا المكان إلى هذا المكان أولا أين هو منحنا؟ الدالة أف الأول ها هو الدالة أف أمره ها هو فنناظره بالنسبة إلى هذا المحور لما نناظره ماذا يسبح يا أبني؟ هذه ناقص ثلاثة ماذا تصبح؟ تصبح لنا ثلاثة إذن والتي كانت عبارة عن جبل تصبح لنا حفرة ها كذا ثم عندنا هذا من هنا ها كذا لكن نستعمل اللون الأزرق حتى نميز بين ذلك إذن يصبح لكم ها كذا ومن هنا ها كذا ها هو هذا المنهنة مرسوم إلا أنه هنا حتى لا نقول يقطع ها هو أمكم ونسميه ماذا؟ سي آش نسبة إلى الدالة آش إذن الجزء الأول أنه من ناقص ما لا نهاية إلى ناقص واحد ومن الواحد إلى زمين طبق على سي آف أما هذا الجزء هذا الجزء فنظرناه بالنسبة إلى هذا المستقيم لهو محور الفواصل لماذا؟ لأن في الأصل أن هذه أصلا قيمها كلها مجابة لماذا؟ لأن القيمة المطلقة مجابة والتربع مجابة فإن سي آش يعني كالتخاصية أنه سي آش يقع فوق ماذا؟ فوق محور الفواصل لماذا؟ لأن هذه الدالة آش كل قيمها مجابة لهذا انظروا هذا فوق محور فواصل هذا فوق محور فواصل وهذا فوق محور فواصل وقمنا الآن برسم المنحنيات الثلاثة كل واحد بلون خاص به بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى الجزء الرابع روماني قد نعتبر الدالة في المعرفة بفي لإكس تساوينا سينس إكس ناقص إثنان لكل مربع على سينس مربع إكس ناقص واحد قال عين مجموعة تعريف الدالة في إذن نكتب هنا تعين دي في يعني مجموعة تعريف الدالة في نقول هكذا دي في تساوي لنا ماذا؟ إكس حيث هذا إكس عدد حقيقي وماذا؟ والمقام له هذا لهو سينس مربع إكس ناقص واحد لا يساوي السفر هذا ماذا يعني؟ يعني أنه هكذا سينس مربع إكس ناقص واحد لا يساوي السفر هذه متطابقة شرقم ثلاثة أي أنه سينس ركزوا جيدا أي أنه سينس إكس ناقص واحد ضرب ماذا؟ ضرب سينس إكس زائد واحد لا يساوي السفر من هو؟ معناه سينس إكس لا يساوي أولاً لا عفوا ناقص واحد لا يساوي السفر وماذا؟ والسينس إكس زائد واحد لا يساوي السفر لا يساوي كم واحد وهذا كذلك سينس إكس لا يساوي ناقص واحد وكلمة بينهم كلمة و لأننا نحن نتحدث على مجموعة التعريف الآن ما هي الزاوية التي سينس لديها؟ يساوي الواحد وما هي الزاوية التي سينس لديها؟ يساوي ناقص واحد أكيد هنا إكس يساوي أنه هو التسعون درجة معناه إكس لا يساوي لأننا ننفي إكس لا يساوي أنه بي على إثنان زائد إثنان كابي حيث هذا كعدد صحيح عفواً عدد صحيح ليس عدد حقيقي عدد ينتمي إلى زاد وهنا أنه إكس لا يساوي ناقص بي على إثنان زائد إثنان كابي مع كابي قلنا عدد صحيح يعني ماذا يصبح لنا؟ تصبح لنا مجموعة التعريف ديفي تساوي أنه أر مع هذا القيم التي تعديم المقام إنها ناقص بي على إثنان زائد إثنان كابي وبي على إثنان زائد إثنان كابي مع قلنا أنه كا ينتمي إلى زاد ويمكنكم التحقق من هذا الكلام عوضوا بالتسعون هنا بي على إثنان إنها واحد واحد ناقص واحد سفر عوضوا بي ناقص بي على إثنان سعطيكم ناقص واحد مربع لأنه رأي مربع تسمح لنا واحد واحد ناقص واحد إ feathers سفر إذن مجموعة التعريفية كل الأعداد الحقيقية ما عدا الناقص بي على اثنان والبي على اثنان ذلك هي مجموعة تعريف هذه الدالة في فقط بعدما أنهينا مع هذه السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر قال بين أن الدالة في هي مركب دالتين يطلب تعينهما إذن نكتب هنا البرهان أن الدالة في هي مركب لمن لدالتين يطلب تعينهما إذن ركزوا جيدا نحن ماذا نملك؟ نملك أن في لإكس تساوي أن نقول سينس إكس ناقص اثنان الكل مربع على ماذا؟ على سينس مربع إكس ناقص واحد ركزوا بين هذه الدالة في وهذه الدالة ألا تلاحظون أنه أخذ إكس كل دالة من آف وعوذ بسينس إكس نعم نقول تساوي ماذا؟ تساوي أن آف لمن؟ لسينس إكس أي ماذا؟ أي أنها أليس هذه مركب لدالتين أي أن هذه في هي مركب لدالتين آف دائرة أليس حيث أليس أليس أبنائي هي الدالة المرجعية هي السينس إكس والدال آف إنها كذلك ذات العبارة اللي هي إكس ناقص اثنان الكل مربع على إكس مربع ناقص واحد أي أن ماذا؟ أن في لإكس تساوي أن آف لمن؟ لأي لإكس هكذا وتساوي أن أي لإكس ها هي قيمتها إذن فماذا تصبح تصبح لنا آف لمن؟ لسينس عفوا لسينس إكس إذن وهذه ماذا تعطي لنا لما نعوض تصبح لنا سينس إكس ناقص اثنان الكل مربع على سينس مربع إكس ناقص واحد معناه مركب دالتين ومتبوعة بآف معناه ذهبوا إلى الدالة آف يا أبنائي في كل مكان من إكس لديها عوضوا بسينس إكس فأصبحت هي مركب لدالة ا متبوعة بالدالة آف فقط ومجموعة التعريف قلناها هي آر معادة ناقص بي على إثنان وبي على إثنان بعدما أنهينا مع هذه السؤال نأتي الآن إلى السؤال الآخر قال احسب مشتقة الدالة في إذن نكتب هنا حساب في فتحة لإكس نقول هنا الدالة في كيف هي قابلة اللقاق على المجال آر معادة الناقص بي على إثنان قلنا وبي على إثنان حيث هكذا حيث تصبح لنا في أولا عندنا في لإكس قلنا ماذا تساوي لنا تساوي لنا آف لمن لإيكس قلنا هي مركب دالتين فماذا تقول قاعدة مركب دالتين مشتقة ركزوا ماذا تقول القاعدة أرجوكم حتى التعلم تصبح لنا لإكس تساوي اسمعوا مشتقة دالتين مركب دالتين تقول القاعدة مشتق البنت اسمعوا معناها تصبح لنا إي فتحة لإكس مشتقة هذه التي تكون في البطن مشتق البنت في مشتق الأم لكن البنت تبقى في بطن أمها حتى تفهموا جيدا بالمثال سوف تفهم تصبح تساوي نحن عندنا هذه ماذا هي إنها هذه قلنا هي آف لمن للسينيس عفوا للسينيس إكس ماذا تقول القاعدة مشتق البنت مشتق السينيس ما هو مشتق السينيس هو الكوسينيس هذا الأمر أول في مشتق الأم لكن البنت تبقى في بطن أمها اسمعوا جيدا اسمعوا القوانين اسمعوا الأحرف التي أنطقوها مشتق البنت في مشتق الأم لكن البنت لا تتغير لا تذهب من بطن أمها هكذا معناها تصبح لنا في فتحة لإكس تساوي مشتقنا السينيس هو الكوس إذن كوس إكس في ها هي عبارة الأم لكن هنا نعوذ بالسينيس وهنا بالسينيس وهنا بالسينيس وهنا بالسينيس كل مكان من إكس في المشتقة نعوذ بالسينيس تصبح لكم هكذا إثنان في سينيس إكس ناقص إثنان في إثنان في سينيس إكس ناقص واحد هكذا على سينيس مربع إكس ناقص واحد الكل مربع هذه هي مشتقة هذه الدالة المركبة إذن اسمعوا مشتقة الدالة المركبة هو مشتقة ذلك العبار التي تكون في البطن هذه في مشتقة هذه التي تكون خارجا ولكن في البطن يبقى في كل مكان من الإكس لهذه نعوذ بماذا ليس بالكوس إنما بالسينيس لأنه عندنا سينيس مشتقة دالة المركبة هو مشتقة البنت في مشتقة الأم لكن البنت في بطن أم يحفظوها كقاعدة هذا هو مشتقة هذه الدالة لم يطلبوا شيء آخر إلا مشتقة دالة المركبة وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على رحمة طهرة كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جددا مستمرار وفقكم الله إلى ما يحب ويرضى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته